اشتركوا في القناة تحقيق السلام وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين جلالة الملك في كلمة ألقاها في حفل تسليم الجائزة شدد على أن مدينة القدس هي مفتاح السلام والاستقرار وأن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في هذه الأماكن المقدسة متطلب أساسي للسلام والوئام وحرية العبادة أما المسيحيون العرب في القدس فقد أكد جلالته أنهم يمثلون جزءا من أقدم مجتمع مسيحي في العالم وواجب الجميع المحافظة على وجودهم في المدينة المقدسة جلالة الملك خلال تسلمه لجائزة الطريق إلى السلام اعتبر أنها جائزة لكل الأردنيين الذين ما زالوا يكرسون القيم التاريخية والتراث الأصيل لوطنهم بالعيش والعمل باحترام متبادل والحفاظ على الأردن كواحة للسلام ومد يد العون للمحتاجين وتوفير الملجأ الآمن للملايين على مدى السنوات إنه مدى السلام عليكم نحن باقدا في مساهم هم عموات الملاوات للحفاظ في يتأهل عموات 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 العموات عموات and it is vital for us all to protect their presence in this holy city Jerusalem is key to the future of peace and stability that we, we all seek and as custodian of its Muslim and Christian holy sites I say to you all my friends that upholding the historical and legal status quo at these holy places is essential for peace, for harmony and freedom of worship Jerusalem should be an anchor for peace and coexistence not for fear and violence undermining the legal and historical status quo of the holy city will only escalate tensions and anger and my friends the cycle of violence and agony must stop applause Rئيس الأساقفة مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أشاد بجهود جلالة الملك في العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم وقيم التسامح والحوار بين الأديان مذكراً برسالة عمان التي أطلقها جلالته في عام 2005 وأشار إلى جهود جلالة الملك رانيا العبدالله في قطاعي التعليم والشباب وفي تعزيز حماية البيئة وتشجيع الحوار بين الثقافات جلالة الملك على الرغم من المعاناة والصراعات التي شهدتموها في الشرق الأوسط لطالما سعيتم لتعزيز السلام في بلادكم والمنطقة والعالم ولقد أصبحت بلادكم ملاذا لمن يهربون من الصراع والعنف ويعكس تواصلكم مع القيادات الدينية ودوركم في إطلاق رسالة عمان مدى التزامكم بالتسامح والحوار بين الأديان حيث دعمتم مبادرة كلمة سواء والتي تكللت بمقترحكم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإطلاق أسبوع الوئام العالمي بين الأديان كمناسبة يحتفل بها العالم سنويا وإن إعادة تأكيدكم على الالتزام بحماية المقدسات في الأراضي المقدسة يبين حرصكم على حماية المسيحيين كجزء أساسي من تاريخ العالم العربي والشرق الأوسط ونسيجه الثقافي وعلاوة على ذلك فأنتم تسعون دون كلل في المحافل الدولية للدعوة لحلول سلمية دائمة للصراعات في المنطقة شكرا لكم جلالة الملكة إيرانيا إن اهتمامك بالتعليم والترابط بين المجتمعات والحوار بين الثقافة إضافة إلى الاستدامة والبيئة وتحدي الهجرة واللجوء يضع الشباب في مقدمة الحلول المطلوبة ويمنحها دفعة من الأمل هذه الجائزة جاءت تأكيدا للدور الذي يقوم به جلالة الملك بنشر مفاهيم السلام وأسس الاحترام المتبادل بين الشعوب وإشادة واضحة بشخصية جلالة الملك القيادية والمؤثرة في جميع المجالات والقضايا لبرنامج بيت للكل شادي الشخانبا إذن أحزائي المشاهدين شاهدنا تقرير عن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية جائزة السلام هذه الجائزة لم تأتي من عباد إنما جاءت نتيجة جهود كبيرة لجلالة الملك لنشر السلام ورسالة السلام وقد تنبه جلالة الملك عبدالله الثاني مبكرا لهذا الموضوع من خلال رسالة عمان التي أطلقها إلى العالم أجمع ليوصل رسالة للعالم بأن الإسلام هو دين التسامح وتقبل الآخر ولا للعنف ولا أيضا نبدأ الإرهاب ترجمة نانسي قنقر